ناقشها وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري في العاصمة المؤقت عدن مع ممثلي لجنة تنسيق القمة النسوية برئاسة رئيس مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض الآليات والخطط البرامجية الدائمة لتمكين المرأة وإشراكها في القطاعات الاجتماعية المختلفة على المستويين المركزي والمحلي في الوحدات الإدارية للسلطات المحلية من جانبهن استعرضنا أعضاء لجنة التنسيق لقمة النسوية من مخرجات القمة المنعقدة آخر العام الماضي وعددا من المهام والسياسات التنفيذية للعام الجاري في سياق آخر ناقش وزير الإدارة المحلية عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي مؤسسة رنين التنموية الخطط الاستراتيجية والتنموية للسلطات المحلية وأكد الوزير الأغباري على أهمية الانتقال بالتدخلات نحو التحول من الدعم الإنساني الطارئ إلى الحلول التنموية المستدامة